كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة يولر هيرمس العالمية لودفيك سوبران أهلا بك شاهدنا في الفترة الماضية نموا في قطاع الخدمات الصيني برأيكم هل سيقلل هذا النمو المخاوف الكبير من استمرار ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟ وما تأثير ذلك على الاقتصادات العالمية؟ أعتقد بأنك طرحت نقطة مهمة جدا وهي أن القطاع الصناعي في الصين لا يشهد نموا كما كان في السابق ولكن نحن لا نتحدث بما فيه الكفاية عن قطاع الخدمات والذي ينمو بسرعة كبيرة في الصين الصين كانت منقطعة عن السوق العالمية لخمسة عشر عاما والآن هم يرجعون بسرعة وبدون أن يخطو خطوات الثروة الصناعية التي شهدناها في أمريكا أو في أوروبا بمعنى آخر نعم صناعتهم نمت بسرعة خلال الأعوام العشرة الماضية الآن تركوا هذا خلفهم وهم يركزون اليوم على القطاعات الرقمية والخدمات المصرفية والعقارية والأمينية وكل ما هو رمز لنهضة الطبقة الوسطى هذه الخسائر المستمرة في الأسواق الآسيوية القد بضلالها كذلك على الأسهم الأوروبية كما شهدنا في الفترة الأخيرة إلى متى تتوقعون استمرار هذا الانخفاض؟ أزمة السوق الصينية التي شهدناها نهاية الصيف وشكوك بشأن الاقتصاد الأسيوي وواقع أن الاقتصادات الأسيوية لا تنمو بسرعة التي كانت تنمو بها سابقا سواء في أندونيسيا، سنغافورا، وهونج كونج والصين كل هذا أثر طبعا على نتائج الشركات المدرجة في أوروبا لأن بعضها كان مرتبطا بالتجارة والاستثمار في السوق الأسيوية هذا التأثير قد انتهى الآن وبالعكس فإنما أتوقعه بالمستقبل أن يؤدي الأداء السيء للاقتصادات الصاعدة وخاصة الأسيوية إلى عودة سيولة النقدية إلى الشركات الأوروبية وبالتالي أتوقع تحسنا في أداء الأسواق الأوروبية هذا العام انتقالا إلى دول الخليج في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط كيف ترى الخيارات أمام هذه الدول لمواجهة هذا التحدي الكبير المتمثل في انهيار أسعار النفط؟ أتوقع أشياء عظيمة لهذه المنطقة وأرى سياسات صائبة تتخذ في هذا الاتجاه الصحيح ومع ذلك لازلت لا أرى التغييرات الكبيرة وأعتقد أن هذا ما يجب البت فيه السنة المقبلة حتى يستمر الناس في ثقتهم بالمنطقة لأن الأسواق الصاعدة ومنها أسواق الخليج موجودة في وسط الصعوبات الاقتصادية من تباطئ النمو في الصين إلى انخفاض أسعار السلع وارتفاع مخاطر أزمة القروض بسبب تشدد الاحتياط الفدرال الأمريكي كل هذه العوامل جعلت رؤوس الأموال تتحرك سريعا إذن السيول التي كانت تستثمر هنا يمكن أن تعود بسرعة إلى أوروبا غدا ولذلك على الشركات والحكومات أن تركز بشدة حتى تضمن أن يستمر المستثمرون العالميون بالمراهنة على الإمارات والسعودية لتكون الاقتصاد الكبير في المستقبل ولهذا يجب تحديد وتصميم طريق واضح حتى يتحقق ذلك إذا تحدثنا عن السعودية تحديدا كان هناك ارتفاع بعض الشيء في الفترة الأخيرة لتكلفة التأمين على الديون خاصة بعدما خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الاقتماني للمملكة هل فعلا هناك مخاوف تواجه قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق الديون؟ أعتقد بأن هذا تواصل سيء يجب عليهم أن يتواصلوا بطريقة أفضل حتى يفسروا للعالم ما هي تاقتصادهم إذا نظرنا إلى الصندوق السيادي للسعودية فإنه يمكن أن يسد كل ديون الدولة فمستوى الدين منخفض جدا وأرباح الصادرات لا تزال مرتفعة جدا لا أشك في قدرة السعودية على سداد ديونها أنا قلق فقط على كيفية ردهم لتجنب هذا الاضطراب فالوقت ليس سهلا بالنسبة لقطاع البترو كيمويات وقطاع التجزئة كيف سيطورون السوق الداخلية؟ كيف سيجعلون موقع السعودية غدا؟ أنا قلق أكثر على هذه الأمور ولست كذلك بشأن الديون كيف تقيمون تطور حجم الصادرات الخليجية؟ هل استطاعت هذه الدول أن تزيد من حجم التصدير خارج قطاع النفط والغاز؟ يجب أن تعلمي بأن حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج يأتي من الطاقة النفط والغاز ولكن كانت هناك استثمارات ضخمة لتنويع النشاط الاقتصادي دبي هي درة التاج الجميع كان ينظر إلى البنية التحتية والأمور اللوجستية التي نهضت بدبي للتنوع خارج القطاع النفطي نرى أيضا قطر تحاول فعل شيء ذاته وأيضا السعودية الموارد لا تزال تستأثر بحصة الأسد في اقتصادات دول الخليج ومع انخفاض أسعار السلع المشكلة تتمثل في أن الحوافز لتطوير سلع غير نفطية ليست موجودة انتقالا للاقتصاد الإماراتي كيف تقيمون أداء الاقتصاد في هذه الفترة؟ وما هي الإجراءات التي يتحتم على الحكومة برأيكم اتخاذها لدعم النمو في الفترة المقبلة؟ إذا تحدثنا بالمنطق الاقتصادي أعتقد بأن هناك بعض الأمور التي يمكن فعلها الأول هو أن لا نفقد التركيز على التنويع خارج النفط لأن نجاح هذا الأمر ظهر واضحا بالنسبة لدبي على سبيل المثال تطوير بنية الموانئ والمطارات جعل منها مركزا تجاريا وماليا ولوجستيا إذن من المهم مواصلة الحفاظ على هذه المكتسبات لأنه لو فقدت هذه العوامل فستفقد أيضا عوامل النمو الأمر الثاني هو أنني أريد أن أرى الابتكار في دول الخليج فهناك السيول النقدية التي تسمح بأن تكون هنا ريادة أعمال متفوقة أخيرا ما هي نصائحكم للمستثمرين في المنطقة وإلى أي القطاعات تنصحون بالتوجه توجد في الخليج فرص عظيمة بدءا من تطوير قطاع التصنيع إلى قطاع الطاقة تطوير قطاع الخدمات والخدمات المصرفية للشركات وسد احتياجات قطاع البناء والعقارات لأنه لا يزال هناك الكثير ليبنى هنا إدارة الضيافة والسياحة والتجزئة يجب أن تكون هناك شراكات طويلة المدى أكثر فأكثر وهذا مهم بالنسبة لكل من المستثمرين والمجتمعات المحلية لتحقيق إنجاز طويل المدى كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة يولر هيرمس العالمية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا